المترجم للقناة 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 واجهناها في تزAnhalf المترجم للقناة التيicatingي ممترجم للقناة اليوم في المترجم للقناة حولنا مواقع السلطة كما تتبلينا والحال هو أنه في المغرب ولو عندنا نظام سلطاوي ولو أنه قراءة متمعينة في الدستور تتبين بصفات واضحة أنه مركز السلطة كين واحدة لصاسة القصر الملكي والدوان الملكي الخطاب والتحاليل اللي كان قرأه في الصحف في المغرب والتدول ما تتاخدش معين لأعتبار هذه القضية فديما هل اعتماني دار من كين 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 كيبير إلى آخره الحال هو أنه لا سليمان ولا الخدمة اللي كنا نحن تتنذره وكنا نقوله خب يعني عنا واحد حالة سياسية لتجعل أنه السلطة هافين كينة من كنذر التحاليل دينا كنبنيوها ما نقولش أن التحاليل صائبة مش هذا هو الموضوع الموضوع ما نقولش أنه التحاليل جيدة وصائبة غير تنقول كما كيقولون لنا في الامتحانات الرياضيات كيقولنا خصك لا ننصي كونتا تقرأ مزيان نحن لا ننصي لنا نقرأهم زيان بالنسبة للمحللين الأخرين بحل لكي يحاولوا يحلوا واحد المعادلة وما كيقرأوا غير النص دينا لا ننصي ما كيقرأوا لا ننصي كله ما كيقرأوا المعطيات كلها فما يمكنش الإنسان يفهم أش وقع في المغرب إلى ما نطلق شيء من مبدأ اللي هو بديئه ديال فين هي السلطة باش نقدر نبدأ نفهم أش وقع باش نقدر أن نحاول نفسر القراء ديالي أشطري في البلاد فغير هذه المسألة تتبين بسيطة وبدئية ولكن تلقوا بيها عندها واحد الأهمية كبرى ومليكا نقول لدينا ماشي بالضرورة أنه هذا العمل التحريري خاصة يكون انتقادي للملكية هذا شيء غير الإنسان ما كيبغي يكون منطيقي غير التعاطي المنطيقي مع الحالة السياسية في المغرب كيخلق المشكل لأنه الناس اللي كيبغيوا يديرون خدمتهم وكيبغيوا يكونوا صادقين مع القراءة ديالون مع المشاهدين ديالون كيحطو في وسط اللعبة كيحطو القصر الملكي وهذا شيء كان كيديرو سليمان وكان كيديرو بطريقاتين صائبة وشو جاعة فكان أعتقد أنه كان علمي من جرائي من جرائي كيفية التعاطي ديالو مع الشأن العام في المغرب ثانياً هذه عائلة مستهدافة هذه إنسان اللي تتبع تتبعش وقع في المغرب تعرف أن أخوه الكبير كان مستهداف أن بنت أخوه هاشر ريسوني راكم شفتوها شوق عليها عالمت حتى أخوه اللي صغر من نوتا هو وقعوا له مشاكل فكان واحد من نوع ديال الاستهداف للمسائل المعقدة كان أعتقد أنه أخوه الأكبر أحمد ريسوني لأنه اتخذ واحد الموقف ولو أنني لا أشاركه عدة موقف سياسية وإديولوجية كان عنده موقف من إمارة المؤمنين لأنه كان موقف لم يكنش كيتماشى مع الموقف الرسمي ديال ديال البلاد وصفته أنه عالم معترف به دولياً وعلى الأقل في العالم الإسلامي ترح مشكل فكان أعتقد أن هذه من 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 أعتقد أن من السباب التي جعلت أن العائلة تكون مستهدفة ثانياً سليمان براسو المجهودات التي بدل في الواجهة لكي يدافع على حقوق الإنسان الذي يدرى معه في قبل 20 والموقف والجراء العمل الذي قام به التي تأخذ شداته وليس شيء غير أن تأخذ من المقرد من قدر نقول أن القادية لاختفها موقف جرئة جداً مواجهة للسلطة هي قادية الريف والموقف تجاه موقع في الريف وتجاه المعتقلين السياسيين للقادية الريف والتمسك بهذه القادية تجعل العبات تهيئة ضرور كبيراً فتنعتقد هذا هو كنعتقد هذه هي الأسباب الكوبرى اللي جعلت أنه الأساسية اللي جعلت أنه سليمان مستهداف ونزيد واحد السبب آخر هو أنه عنده واحد المنبر اللي كان أعتقد فضلاً له لأنه صراحة أنما أخبار اليوم هي جريدة اللي لقيت فيها راحتي أكثر من اللي هوت ولا هذا المنصير ديال رئاسة التحرير كانت عندي خلافات كبيرة من قبل ولكن مع الموقف دياله صراحة تلقى فيها راحتي وتلقى فيها تلقى فيها ذاتي فهذا الزواج هذا القلم دياله مع واحد المنبر اللي هو موجود إلى آخر خلق مشكل كبيرة بالنسبة للسلطة اللي جعلت أنها تهدف هذا ما هو السياق الكبير لا نعتقد أنه نقدر نحل ما يقع سليمان الريصوني بلا من وضعه في السياق ذلك الذي وقع الهجار الريصوني لأنه خلصنا غير نعاوب واحد مسأله هو أنه في الريصوني ما غادش نقول الدولة هذا إشكال آخر ما يقوم بهذه العمليات ما يقتر لها ما يتطبر لها في أي مستوى ذيال الهرم ديال السلطة هاد القرار التتخاذ وحتى لقرار التخاذ أنه يتم التأسف على شي صحفي واش التقنيات المستعملة واش هي تهية تهية في مستوى السلطة ولا في مستوى آخر هذا ما نعرف لأن مع الأسف في الدول السلطة مثل الدولة المغربية هذه المسائلة لا يوجد المسائلة في الملدان الديمقراطية من المسألة التي تكون فيها الأجهزة وهذه تكون ضبابية بالأحرى في أنظمة السلطة بحل المغرب ولكن الذي يخص نفهمه أنه القادية الهجر الريصوني كانت هزيمة عظمى بالنسبة للناس لا أعلم أن نقول الدولة ولكن بالنسبة للناس في الدولة التي قاموا بهذه العملية هذه حماقة التي تكون لقى الريصوني الناس التي قاموا بها كانوا نوع الرداء الفكرية في ذلك ما يحتف الشيطين لا يعرفون ما لأنه مسوا بواحد الركيزة مهمة الصورة السلطة في المغرب وبالخصص الصورة الملك في المغرب دوليا وهي الصورة الحامي النساء فالسيد الذي يجب هذه الفكرة النيرة ستتكرفس على هذه السيدة ومشي بالتفاصيل التي لم يكن لن نعود نرجع فيها لديه لجينيكولوج الطبيب ويشدوها ويديو الحبس ويدماياتها ما زالت تتشارسر إلى آخره وهذا شيء بين ستتعرف السيد اللي يجب هذه الفكرة هذه النيرة هذه رداء كبيرة حتى في السلطوية كان إشكال تقنيات السلطوية وتعفرات السلطوية وكانت الخلاصة ديالتي هو العفو الملكي وهنا سنقول واحد المسألة بالنسبة العفو الملكي العفو الملكي في هذه القادية هو صفعة بالنسبة بالنسبة للأجهزة والهيئات اللي عملت في القادية ديال الدولة اللي عملت في القادية ديالهجار ريسوني اللي شدتها اللي شدها واللي تابعها واللي هذي واللي هذي الى آخره لأنه يكون عفو في الدرف الوجيز معناه أن العمل للدار ليس عمل جيد إشنا هو الإشكال في المغرب إشكال في المغرب وكين عدة قضايا أخرى اللي وقع فيها العفو إشكال في المغرب وتنس تحضر هنا ولو أن المسألة تقدر تبان بعيدة ولكن تنس تحضر هنا ما وقع في 2003 إلا بقى تذكروا 2001 شدوا في قضايا الإراد 2001 كان أعتقد ما ده سشعم عليهم الملكة فعلة ألف فالسؤال لم تروح هذوك الناس اللي تاهموا هذوك الناس هذوك الناس اللي في الشرطة اللي في القاضة اللي في النيابة اللي خدموا هذا العمل هذا كله واتاهموا وشدوا وحكموا على ألف واحد اللي من بعد تعفى عليهم هذوك دروا خدمتهم ولا ما درواش خدمتهم لأنه ممكنش تقولي هذا إرهابي ومن بعد سنة تعفو عليه زع ما أنا تنستبعد أنه الملك غاد ينضي يعفوه على ناس اللي هما إرهابيين وتابت عليهم الإرهاب معناها هذوك الناس ما كانوش إرهابيين معناها أن الناس اللي قايموا بالإذانة ديرهم ما درواش خدمتهم بحالف القادية دي الهجر الرئيسوني ما إمكانش أنت جي تقول العالم كله سيبن عبد النبوي تيخطب وصيهادة تيقول السيدة دارت لنا الحجاج عنها هذي ومبعد تعفو عليها وهي وهي وذلك شديد تتقول جريمة يحسبو جريمة معناها أنت اللي في إطار القضائي في إطار للسرطة الأمنية إلى آخرين ما درتيش خدمتك الإشكال في المغرب وما هذي الناس اللي باعتراف الدولة ما نجحوش في العمل ديهم ما تيخلصوا عليها التتامن ما كيش هناك عقاب للرداءة في العمل هذا الاعتراف هذا منينا وميك يكون عفو كما أقول ميك يكون عفو معنا الخدمة ما درش مزيان مليكا جي تشوف تبيت الخدمة ما درش مزيان نحن نعرف من نحن على من ندرون تندرون على أجهزة الدولة اللي هي مهمة جدا للسلم في المغربي مهمة جدا الاستقرار في المغربي لكن كنا نحن حارصين على استقرار لذلك البلاد كنا نحرصين على الأمن خاصة نكونوا حارصين على جودة الخدمة التي تدرون أداء فات الأجهزة من لا يأتي ما نعرف axd كان باعتراف الدولة مع مرات القديمة مع مرات القديمة ما تدخل فقد نشد هذا القوس هذا ونرجع للصياق العام للصحفاء في المغرب هذي بضعة سنوات كنت أعطيت واحد كنت قلت مبقاوش مؤسسات إعلامية مستقلة في المغرب ونضعوا بعد الإخوان منهم من السلم هداوي الله يخفف عليها تشي اللي هو فيه الآن إلى أخيري ابقى فيهم الحال قل كيفاش طاولت علينا وإحنا يتنادى وإحنا مؤسسات والحال هو أنه كان كلامي كان دقيق ما قلت مبقاوش صحفيين مستقلين ما قلت مبقاوش مؤسسات مستقلة لأن الحمد لله الصحفي المستقلين دي ما كانوا ودي ما غادي يكونوا الجراءة عند الأفراد موجودة ولكن الإشكاله علش أنا كنقول مبقاوش مؤسسات إعلامية مستقلة لأنه أنا عشت معالج غنال والصحيفة عشت الفطرة لفعلا الدولة بصفتين ممنهجة قامت بإبادة وباش نكون هنا عاو تاني دقيق النموذج الاقتصادي لمؤسسات إعلامية حرة النموذج الاقتصادي لأن كل شيء مبني بسبب الحويج مبني على النموذج الاقتصادي إذا ما عندكش المواريد باش تخلص الناس اللي يخدم معك في التحرير وتخلص الناس اللي عندهم الكفاءات باش يقوموا بالتحريات وقوموا بالعمل الجيد والجاد ورا ما عندكش ما عندك ولو ما عندكش موارد عندك خلصك تلقى واحد طريقة باش يكونوا عندك هذيك المواريد معناه النموذج الاقتصادي الحال هو في أواخر تسعينات أوائل الفينيات كانت واحد الإرهاسات ديلي يمكن المغرب في المغرب الظروف كانت متوفرة باش يكون هناك هذيك النموذج الاقتصادي نط الدولة بصفتين منتظمة وريبات هذيك النموذج هذيك النموذج ما بقاش فبتري ديباش عنا عنا مواقع إلكترونية اللي بالأغلبية الصاحقة فيها ونظر على الناس اللي كيعملوا بجدية اللي هي اشنا هي هي تدوينات تدوينات شوية منطورة ولكن لماذا مش الغالات الفالطة مش اللي الناس اللي كيكتبو تموك لنا ما عندهم شاي النموذج الاقتصادي اللي يجعلهم يستثمروا في العمل العميق ديلي خاص تقوم بها الصحفة اللي كي يخذوا وقت لنا تتعرفوا أن الجنس الصحفي الأكتر الأكتر تكلفة هو الصحفة الاستقصائية إنسان كي يخذ لوقت كتير ومع مركزة تكون متقنة من 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 دكش اللي غادي تلقائي لأخيري فبالتالي مكلفة جدا هذي الجنس الصحفي مكلف جدا فإلا ما كانش عندك مؤسسة اللي عندها مواريد ممكنش تقوم بدل عامل هذا والحال هو أنه باش تكون صحفة تكون مركزة للصح خاصلا بدا يكون جانب ديال التحريات والجانب ديال الاستقصاء إلى آخره فاليوقع وهذه هي أعتقد من الجرائم الكبرى اللي قامت بها الدولة ضد الصحفة و ضد المجتمع وهذه نفسر عليش ضد المجتمع من دابة شوية هي أنه تمت إبادة النموذج الاقتصادي من لي تمت إبادة نموذج الاقتصادي بشكل فيه المسألة اللي بغينا نقوله لأنه ذيك الساعات الدولة نجحات في ترويض المؤسسات لماذا؟ لأنه إذا كنت بحل دباء أنا صاحف يالله غاديندير يالله غاديندير جريدتي وتنشوف أشوقع الدومان وتنشوف أشوقع الصحيفة وتنشوف أشوقع وتنشوف أشوقع بمعنى آخر ما غادين نقوم بالعمل لأنه العمل ديال الصحفة هي لا بدأ لما إلدرت الصحفة بلا ما تزعج تشي واحد لكن ما تدير الصحفة راكدير حاجة أخرى راكدير كدير 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 العلاقات العامة ما تدير الصحفة هذه ليست صحفة فبتالي مني تتشوف أنه الناس اللي كي حاولوا يسألوا المسؤولين الحقيقيين اللي عندهم السلطة كيفاش السلطة تتتعامل معهم وكيف تتركهم إلى أخرين أنت ما تتفقاش تدير خدمتك فبتالي هرا عندك مؤسسات وفي الصحفين ولكن ما كيقوموش ما كتفقاش مؤسسات إعلامية تتقول لي مؤسسات تواصلية ما تتفقاش مؤسسات إعلامية الإعلام في أنت يبقى؟ نصح التعبير كيبقى في هاد عند هاد الأشخاص الأفراد هاد المهداوي عنده الستويب دياله هاد شي دابل هاد هاد المشكلة اللي وقع في شوية في الأخبار اليوم اللي يجعل أنه الرئيسوني يلقى وحد الملجأ الكتابات دياله وهي غالية الإشكال اللي وقع على السلطة هو أنه رغم ذلك رغم هاد المضايقات وقع وحد المحاولة ديال 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 اللجوء نقدرون نسميه اللجوء إلى الصحافة الإلكترونية وإلى الشبكة الشبكة الاجتماعية دكتور فمثلا تجربت لكم بنية على ذلك قادي تجربت لكم بنية على الفكرة أنه النموذج الاقتصادي ديال الصحافة مكتوبة لحرة مبقاش تمت الإبادة دياله مبقاش موجود مبقاش شروط باش يكون موجود دارت لكم اللي مازال سعالي أنزلارة مازال كيكا فيها وكنت خدمت معاه في واحد الوقت دارت لكم لأنه المستوى ذي التكاليف في موقع إلكتروني أقل بكثير من مستوى التكاليف في جريدة مطبوعة فكان الهدف كنا نقوله ولو عسى واخذ هذه المداخل ديال الإشهار ستكون قليلة جداً مع التكاليف تاهي ستكون ضعيفة سنلقي بشي بشي ونقدرون نعملوا في هذه الأطار ولكن مع الأسف حتى هذه الشوية ديال الإشهار اللي كنا عوالينا له ما كان شيء ولكن رغم ذلك كانت هناك بدأت شوية الموقع الإلكترونية واللي وقع هو أنه استعمال ديال فيسبوك استعمال ديال الشبكات الاجتماعية وهذا اللي أدى إلى القانون 22-22 هاد الفكرة كلها ديال بغين يزيدوا يروضوا أصوات المغاربة هي اللي جعلت أنهم يجيوا بهذه الفكرة ديال اللي يديروا هذا القانون 22-22 باش يمددوا باش يمددوا الرقابة إلى أنترنت أكثر ولو أنهم كما فيتلي قلت هم رأى كيف كان قلوا إحنا هيا إذا بغوا يدوزول لك رأى غادي دوزول لك رأى ديال ما غادي غادي القوا كيفاش غادي 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 هادي هيا هاد شيء هاد شيء فين وصلنا؟ وصلنا وصلنا لهاد هاد الفترة ديال تاريخ ديال الإعلام المغربي لي تتم فيه كم محاولة بعد ترويد المؤسسات الإعلامية يتم الآن السطو على على الأصوات الحرة اللي بقات بشوية بشوية بالخصوص في المواقع في المواقع الإلكترونية بقفلت لهم في الكتاب في الصحفة المكتوبة بقفلت لهم الأخبار اليوم وبالخصوص صوت سليمان سليمان الرسوني الآن هلاش هاد شيء خاصو يهمنا؟ علاش علاش الدفاع عن باش نكون ضقيق عن حقوق سليمان الرسوني لأنه هنا أنا ما تنتخدش موقف البراءة دية سليمان الرسوني سليمان الرسوني ماشي صاحبي سليمان الرسوني خويا لأنه المعاملة اللي التعامل معايا وكيفاش وشفته كيفاش تعمل إلى آخرين أنا أعتزه وماشي غالب صدقتي بأخوته ولكن وخا خويا خويا قدر يظلم وقدر تظلم فأنا ما تنقولش أنا ما تندخلش في النقاش قاعد يل واش دار ولا ما يدارش ولو أنه هاد الميل في الناس اللي بتطالعوا عليه شي شوي ذاك شي كيبان زع ما زع ما شوية ما شاتش طريق زع ما هاد شي ديال حتى كيش دو السيد عادة كمشوا يقلبوا من بعد فيسبوك على شي واحد على الناس بش يقولوا لي ومرا تكرفس عليناه هاد شي سيد اللي يدعاه ما كانش بغي يدعاه صدقناك تشفنا أنه عنا وحد عنا الحمدول الله في المغرب عنا وحد عنا وحد العدلة اللي كتتفرج فيسبوك وفينما هاد العدلة تشي واحد يدير شي تدوينه كيقول راشين غارق عليه شي مشكل كي عايط ليه وكي الملك وكيقول لي قولي شنا هاد المشكل وش كنت تكرفس عليك هذي سابقة زعمات شي ما كان في تشي بلاد ديال أن العدلة تبع ووزارة العدل تبع أشواء وقع في فيسبوك وفي المشي واحد يقول زراني تظلم وكيقول لي يا جي أخوية يقول لي ما يكون حتى نتابعوه إلى آخرها هذي سابقة فالعموم كانت بزاف ديال المسائل المرتبطة هذا القديل اللي تجعل الإنسان يشك ولكن ما غادش نتخذه أنا ما كانتخذش موقف في البراءة اولا مش البراءة أثنك نتخل الشك في هذا المشي ولكن عندي واحد يقين ما هو هذا اليقين؟ اليقين اللي عندي هو أن العدلة في المغرب والقضاء في المغرب ليس مستقلين ولا ما تقتوش بيها أنا خصكم تشوفوش كي يقولوا لمنظمة الدولية اللي كتحرر تقارير ثانوية على حالة القضاء في العالم ومن أبرزها نقدر نقول البنك الدولي البنك الدولي عندهم واحد مؤشيرات الحكامة منهم واحد مؤشير اللي من ضمنه مؤشيرات الجزئية على القضاء تصيروا قراءوا تشوفو واش يقولوا على المغرب على أنه المغرب في كين إشكال في هذا المجال فيتلي ذكرت واحد مؤشير سميته المؤشير الحرية الاقتصادية اللي تتنتجه جريدة وولد سريت جورنل تشاركاً مع واحد المنظمة اسمتها The Heritage Foundation اللي هما إديولوجياً قراب من أنظمة المغرب ماشي شي إديولوجياً هما يمينيين فبنسبة لهم من نظام المغربي في المعسكار الغربي فبالتالي كي راهوا معاه إذا قرأتوا الول سريت جورنل من كي يكتب على المغرب كي يكتبوا واحد صفاء إيجابية وهذا الول سريت جورنل نيت فهذا المؤشير الشي يقول منك على القضاء لأنه المؤشير الحرية الاقتصادية اللي ما بنسبة لهم الحرية الاقتصادية كي يكون هناك ليبرالية حقيقية وحرية الاقتصادية لما كانش قضاء مستقل فبالتالي كين واحد مؤشير جزئي الذي يقيسه جودة القضاء ماذا يقولون هذا كلام هم ماشي كلامي أنا كي يقولوا القصر يستعملوا هذا كلام هم كلام الول سريت جورنل يستعملوا القضاء لمطهدة المعارضة ديره المعارضة ديره المعارضة ديره هم كي يقول هذا كلام فبالتالي احنا الان امام واحد المعضلة موحد جهة عندنا واحد القادية وهذا السيد اللي يدعى اللي بغى يتابع سليمان الرئيسوني يحقوا هذا انا ما عرفناش انا اشعر قاعدنا ما غاديش نقوله دير ولا ما ديرش المعضلة هو انه تابعوا امام واحد القادة اللي هنحارفينه ما غادي زعمه غادي تكون واحد صدمة الى هاد القضاء انصف الرئيسوني تنتمنوا انه ينصفه ولكن الى حكمنا على هاد القضاء بالتاريخ ديره وكيفاش تعامل مع الصحفيين الحضور انه يعطي سليمان الرئيسوني الحقوق دياله وهي ضئيلة وضئيلة جدا فما معنى هذا؟ معناه انه يجب سنكونوا حارسين على كيفاش غاديت كيفاش غاديت كيفاش غاديت كيفاش غا تتبلور هاد القاديات يجب سنكونوا حاضين مثلا ما غادش نقول مثلا ولكن بحل دبا المسائل اللي جعلتني انا نضامن مع طريقة، نفشي مع توفى القوى عشرين نفشي مع توفى القوى عشرين اما قلت انه توفى القوى عشرين بريق أو لمجرم انا قلت أن تصري أتبهم انا تطعوا أنه whistleأحق دخول عشرين لقد قلتني الى توفى قوى عشرين ليس بتعطيتون حقوق � PRO ما يفقى لما نقول انه بريق بريق لكن قالت أن الحقوق$ للا تحفظ ... لنفشي اعتقد ان الناس لا سنقول ديمقراطين من غير الناس للكرامة المغاربة مهمة بالنسبة لهم هاد الناس هادو خاصو متأكدو انه هادشي دابالك يدوز منه السي سليمان ريسوني من ناحية القضائية ومع السرطة خاصو يكون تحترم المعايير المتعرف عليها وتحترم القانون فما غاديش نرى ديجا اطولت لانه كنا اتفقنا ان نتكلمه حد اربع ساعة ولا عشرين دقيقة فان اعتقد نكتفي بهذا القدر ولكن الاخوان عندهم اسئلة نحاول نجاوب عليها بكل فرح شكرا اتفقنا السؤال ديالتي محمد العلاوي كي يقول لي ما مستقبل الصحافة في المغرب مستقبل الصحافة وكان غادي نجاوبك واحد الجواب اللي خلق لي بعض المشاكل هذه بضعة اشهور لانه كان في واحد مجمع اخر طرح عالين في السؤال وقلت خاص طورة وبعض الاخوان اخدوا وقال لي وزع مشنودة بنتكت قلنا خاص نديروه الثورة في المغرب وصراحة اللي كان ديكساعات في الدين ديالي مني جاوبت هذا الجواب هو انه خاص تغيير النظام لانه لا اؤمن ان هذا النظام وهي الثورة لانه من كيفي باش نعرف الثورة من ناحية العلوم السياسية هو تغيير النظام هذه الثورة جانب من الجوانب ديالتعريف الثورة هو تغيير النظام زيما يلا كنت واحد الصيرورة يكون فالي بغي يكون في عنف ماشي عنف الى اخرى وفي اخر المطاف تتساليب نفس النظام هذهك ماشي ثورة ما تتحسبش الثورة فيجيب ان يكون تغيير النظام انا لا ارى كيف هذا النظام هذا بالمقومة دياله والاشخاص اللي فيه ممكن انه يقبل انه تكون صحفة حورة فبالتالي احنا اليوم داخلين في واحد المعركة اللي غادي تبقى ولي هاتش دكشتي تزايد ذكش اللي يوقع الدريف راه مسألة غادي يوقع لانه لانه الاسباب العميقة اللي جعلت القادية الدريف تكون راه مازالة موجودة دونك هاتش دا براه برد غادي عاودي يجي كما قالوا عشرين فبراه سالة الهضراد ووزنة دوستور ديال الفين وخداش هاتش ما غادي يبقى يوقع بقاك يو هاو عاودي 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 وقاك فبالتالي ما كان ما تنعتقدش ما تنتكهنشي انا بالغيب شنا هو المستقبل شنا هو ولكن ما تنشوفش كيفاش انه صحافة مستقلة لها المواريد الكافية للقيام بعملها بصفة نازيهة وجدية غادي توجد في المغريب لا اعتقد لماذا لانه الناس اللي عندهم زمام المبوضرة اليوم في المغريب الناس اللي كيتحكموه في البلاد اولا هما كان اعتقد يؤمنون بالنمط السلطوي للحكامة والنمط السلطوي لا يتمشى مع صحافة حورة فاش غادي نبقى وغادي نبقى فهات الصحفة المروضة هات الصحفة دي البلعاني هات الصحفة دي الكارتون بات كتمشي راكين كين شي مؤسسة الصحفية تتخلع ما عندهم استوديو التليفزيون وديرين الراديو وديرين التليفزيون وديرين هدي مليك توقف غير مليك توقف امام كوشك في المغريبان كيوشك في المغريب كين واحد تعدو ديها واحد تعدو ديها ديال الشكلية دياله فهم جميلة جدا بحل ولو انت رك في سويد ولا رك في فرنسا ولا هذا ولا في الولايات المتحدة كتشوف بزاف ديال العناوين بزاف دياله ولكن مليك تجي تقيس لنا كيفاش كيف يمكن ان نقشنا هو اشنا هو المؤشير باش تعرف ان صحافة حرة ولا لا الصحافة الحرة هي الصحافة اللي تتعاطى مع السلطة الحقيقية للبلاد بحرية مش هي الصحافة اللي كان لنهار وما طال وهي تتنتقد في الاعتماني ولكن تتنتقد في بن كيران ولكن تتنتقد الله يرحمه في عبد الرحمن اليوسفي لا 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 اي واحد بالعكس هو ما كيبغيب تدير ذاك شيء ولكن الصحافة يتتقول هالسلطة فيناية ووقع خلال هنا هاد الخلال هامنين جاي بحقيقة الامر في المغرب تنتحدكهم سيلوا لأي كوش قروا الصحف وشوفوا شي واحد كيقول وخغلط يقول الديوان الملكي در هادي ولا الملكة هادي وغلط فهادي ولا هادي بما انه إلقرنا الدستور هو المسؤول الأول هو الملك ولكن لا يسأل فبتالي ما تنشوفش كيفاش ما كنشوفش كيفاش هاتش ممكن وقع الصحفة غادي تكون غادي تسترجع ولا غادي تولي صحفة مستقلة النهار غادي يكون اه كان اعتقد تغيير تغيير الميظم في المغرب ولكن لا ارى كيف اللي غادي بقى اللي غادي يكون هو انه غادي تبقى امواج ديال الشرفاء وديال وديال الصحفيين اللي عندهم جرأة ولي عندهم شجاعة وغادي يقولوا ويكتبوا وغادي تشدوا وتمنعوا وتنفا وعاوة ثاني غادي تجي واحد لموجة اخرى عاوة ثاني غادي تجيها المجرة وامقوا غادي أما باش تكون هناك صحفة منتظمة بمؤسساتها الى اخير لا متن لا اعتقد انه هو تشي في الحسنة هل تعتبروا من بين الاسباب بعض الصحفيين اللي يدينوا كاميرا اذا فهمت سؤال ديالك السي سامير اذا ما واش الصحفيين اللي تم ترويض ديالهم واش كاي الى فهمت واش هما السبب في هذا التفاشي وفي هذا وفي هذا وفي هذا القمع المتزايد هذا كي العبدور هذا كي العبدور لان ماحد السلطة تتشد الناس اللي كانوا اللي كانوا مقترنين بتجارب صحفية شريفة ومعقولة ويجيبوهم ويرشوهم لان كتعرف كي يقولك الجزارة والعصى والمغرب الناس ركين سوا كان العصى ولكن الجزارة اخيرة وعندها واحد النجاعة في المغرب دكش لا يتصور وفعلا النظام المغرب وهذا التموق الحسن الثاني كانت عنده فعلا كان كان اول اول مبادرة منك يكون امام واحد المعارض كي يبدو بالجزارة هي اللولة ديما كيبغيوا ديروا معاك بالتي احسن واش غا تتاكل لما تتاكل شيء عاديك ساعت كي دزولك تحوية شهرة وما مع الاسف كيلقاوه الناس اللي كانوا مع الاسف الناس اللي كانوا خدموا معنا وواحد الوقت فعلا قرروا انهم يمشيوا الجانب الاخر من اللي الدولة تتشوف انه عند هاد القدرة هادية ديال الجلب اقلام اللي من قبل كانت اتخذت موقف جرئة وتتمشي من جيتها تتزيد تقوى وتتزيد تنمى والخطر في الامر هو وماشي الخطر في مسألة عادية انه الناس اللي كيكونوا يكونوا في الجانب الاخر معارضين او احتى غير صحفيين يقوموا بالعمل ديالهم وكيقروا انهم يخدموا مع الدولة المشكلة يعني ماشي يخدموا مع الدولة المشكلة هو أنا بنسبة لي مسألة صدق لانه تخدم مع الدولة ماشي مشكل انا دايلا بغيت نقول لي كوميسير ديال لا ديالستير انا كوميسير لا ديالستير ما حقي ومعروفة انني كوميسير ما كانش مشكلة ولكن باش نداعي انني صحفي وانا سنخدم خدمة الكوميسير هذي كلفة اشكال وهنا فين كان مسألة صدق فالما الدولة تشوف انها هاد الناس كان واحد البعض ما بين هاد هاد المجموعة الصحفيين اللي هما كيحاولوا يقوموا بعملهم لتقدر تجرهم لها تقدر تقنعهم باش يجيوا لعندها فبالتالي تتقوى وتتزيد وتتولي اكتر شراسة وهو هادوك برسوم كيكونوا اكتر شراسة ضد الاخوان دي لوم من قبل هذي من انا كنت في الجوغنال والصحيفة صراحة كان مسائلي اللي كانت تقدرنا بزاف هو حتى معناويا لان الناس كنات نحترموهم بزاف فمغادش نعطي اسماء اللي كتبووشي حوايجي ما عمرناك اننا كانت تسمنوا انهم غاديكتبوهم تنتظروا انهم غاديكتبوهم غاديكتبوهم احنا في اللول مليه زاولنا هذي المهناه هذي زاولناه لاننا احنا كنا كنا تن تنقضي كانوا قدوة بالنسبة لنا وصدقوهما كي صدقوهما كيسبونا وكي الى اخير اصبحت ادوات تونس ادوات تونس سيمو حمد بدري تسولني على ادوات تونس بن علي في استهدافة المعارضين الصحفيين لا ترا ان هذا السعار والتعسوف الامني والقضائي ان حوضي سيمو حمد صحفي سيمو حمد بدري فعلا امتافق انا مع تشي اللي كتبت سيمو حمد بدري وفعلا لان انا درت على ابن علي وكنت نحكي لكم واحد واحد القادية كانت واحد المسألة هذي سنين كانت جاتية من السدرين هي مكان الصحفية كانت حقوقية و لكن عملت في الصحفة في تونس ودكشي اللي دار لها ابن علي اراها من بعد هي اللي تراسات الهيئة ديالهم الهيئة ديال 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 من الاسماء الكبرى الحقوقية في تونس سيمو حمد صدرين كان جات عنا الدار انا قل لكم وش الفين وخمسة ولا الفين وبرع وقد تتذكر بدت تتعاود لنا ذاك ما كان يدلها بن علي المسائل اللي هي معمرها بحث بها بدت تتعاود بدت تتعاود بدت تتعاود بدت تتعاود لذاك بدت تتعاود لذاك ومشاولها لنا وباقي عقل تتكلم الوقت تتنقول وبعدها في المغرب كانت تتعاود و لكن ما وصلوش لها الدناء و لكن مع الاسف ده بره وصلو لها لأنه بدت تتعاود مع بدت تتعاود مع سمحوا لي السيمسطاف الحسنوي مصفت لها ميساج غيرت نشووه شكي هذي تعليمات السيمسطاف الحسنوي لغير باش نحضي مع الاسئلة باش نتبعها دونك على القادية ديال تونس اشكال كبير لأنه 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 كان اعتبر أن المواطن في خطر لما أدوات الدولة اللي هي أدوات قوية جدا قوية جدا تستعمل بهذا الكيفية الدانية لأنه كنا واحد القاعدة في الديمقراطيات نحتفل بلدان الديمقراطيين بحالة بلعجهزة لمخابرات الديمقراطية عندهم مخابرات والمخابرات في طبيعتها تعيات تحضي تعيات تدير في الليجان البرلمانية باش تحضيها تعيات تعيات ديماً كتكون عند الوسائل باش تدير تحويج لمشي يعدي والحال هو أنه لا في الولايات المتحدة لا في جميع البلدان اللي تعتبروها ديمقراطية إلى آخرية كي يجي واحد الوقت للأجهزة تتلعب لأن الأجهزة تدير واحد الشاطط في السلطة وتستعمل الأدوات اللي عندها ما شيء في السياق للقانون كي يعطيها فبالتالي اشتاي اشنا هي من المسائل اللي هي أساسية في تعيين الأشخاص الذين يترأسون هذه الأجهزة هما أنهم مولاد الناس وغير الله يخليكم يكون نقول لد الناس ماشي أولاد عائلة كبيرة ماشي شيء سمية أولاد لا 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 ولكن أخلاقياً مخلقياً لأنه في آخر المطاف إذا الإنسان ما كانش عنده فراسه هو في ذاته هو الحدود دياله معرسه سمحتش بندما يحضيه باش يجمع رسو ويدير ويدير العمل دياله بصفة أخلاقية نفق أخير المطاف اللي كتكون عندها السلطة الباهدة اللي كتكون عند الناس اللي كي يعملوا في السرطة ولي كتعطيهم فردي وتعطيهم ما يسمى بإحتكار العنف الشرعي كما قال فبالتالي هذا رأى السلطة كبيرة بزارة هذه السيدة رأى عنده قوانين يتبعها ولكن لا بده خاص هذا الجانب للأخلاق خاص الإنسان معه رسو يقول رسو وانا كي حواج ما عمرني غادي والحال اللي كتشوف كتهز عينيك وتشوف ذاكش اللي دارو الهجر ريسوني هاتش اللي تي ديرو دابا معناه أنه تنعطيه لبعد الناس أدوات السلطة اللي هي اللي هي قوية جدا وفتاكة تنعطيه للناس اللي ما عندهمش مع الأسف ما عندهمش ما عندهمش في نفسهم هذه الحاجزة هاتش اللي هي قولك معه رسو يقول أنه هاتش ما غاديش ما كي حضيني تا واحده واتا واحد ما غادي عقبية واتا واحد ما عمره غادي عرفني أشدر ولكن أنا معه رسو لا أدوات القادمة أنا ما غاديش ندير كاميرا في دور عباد الله أنا ما غاديش مش نشوف ما هي الناس اللي هي بخاتك سكسويل واتا واحده إلى آخر من لين إنسان ما كتكون عنده فداته هاد الأخلاق هذي انتظر الساعة زيما ما ذلك الساعات صافية كان يقول لهم كلنا عرض الهوث ديال هاد الناس الشهوة ديال هاد الناس يقدروا يديروا بنا مبغض ومع الأسف كان طلب الله أنني غلط ولكن مع الأسف ما نشوف هاتش اللي يديروا الآن المعارضين لأنه يبدأ معهشا منصور يدخلين عليهم الضارو بالكاميرا وتيفيل مية وتقول له هو السيدة اللي كانت معاه تجبهده في الفراش والتعرى وإلى آخره إلى آخره فمليتها نشوف هاتشي تنقوه راكين إشكال كبير المسألة الأخرة اللي فايت اللي تكلمت عليها هو أنه أخص نفهم واحد القادية هو أنه مليت دولة تتعامل بعض طريقة الهيبة ديال هامشا ما كتبقاش الهيبة السلطة الحقيقية ماشي هي اللي تتفرض على الناس ماشي اللي تتفرض على الناس اللي هم تعترفون لك بها هذه اللي هو الطغيطة الطغيطة هي ما تحتاج تبدع لها العصار ديال أنا تنشوفك وتنعتبرك أنت واحد إنسان قيم واحد إنسان جادير بدك السلطة وغادي نحترمك لأن العصار دي ما بنادمك يلقى كيفاش يلعب عليها مع الأسف الدولة لما تتخلي الأفراد ديالها يقوموا بهذا الانتهاكات هذه تتحيي تتسلب من رأسار هذه الهيبة وكي يقول لي هي بالنسبة لي تكلفة ديال الأمن وديال الاستقرار وذاتها تتولي باهظة شمتي؟ هذي 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 رأى عمل شي بإنتحاري بالنسبة للدولة أن الدولة بدت تتسعمل فاتشي رأى تتأكد يرأى الأفراد رأى غادي تدير بيهم ما بغت المشكل ماشي سليمان الرئيسوني ولا فلان ولا فرتلان هذي رأى تقدر تدير لهم اللي بغت هذي تدير لي الحشيج فجيبوه هذي تمشي تتبع عليهم مراتو ولادو هذي وغادي تنجح فاتشي هذي ماشي يسميتو ولكن الضرر شناه والضرر أنه كين فقدان تتقى في الدولة ومليث أني إنسان تتقى في الدولة وحده من الجوج إما تدخل جواه ما كيبقى يدير والو ما كيبقى يساهم معك لا فاقتصاد لأنه كيبقى يخايف منك ما كيبقى يستطمر ما كيبقى هذا ولي تجمح حويجاته وكيمشي بحاله وفي كلا الحالتين راه مو صيبة بالنسبة للبلاد شوفش سؤال آخر تسمحوا لي ما كنشوفش دبرة كنحاول نشوفوش كين أسئلة كنشوف غير تسمحوا من الصحفة المجتمعية المناصرة فبالتالي سيئة وحاورة خمط هذي كلنا تسمحوا مكرا سيطانة أشياء سويت راح تسيد اسميته دير نعم للحرية لك شيء قد نتفق معه يقول أن الدولة فبالتالي هذا الكلام اللي قلت يتفقه مع الكلام مع كلامه مع كلامه مانار خديجة أستاذ مانار خديجة تقول ما مستقبل لسان المغربة وكنشكرك على هذه الكلمة لسان المغربة تقول ما مستقبل تتشوفوا تنعتقد تتشوفوا السؤال مكين لش نكرره خاصنا نطرحوا واحد سؤال من اللي تتمس الصحافة علش خاصنا علش حنال المغربة الأخرين علش خاصنا نهتموا بهذه القادية أن الصحافة تمس أشبينو بين هاتستي الرئيسوني قاع النودان أن ندوي عليه ولا هات الصحف اللي تتمنع علش لهذا السؤال هذا مهم لأنه ما هي الصحافة؟ الصحف أرى ماشي هي الرئيسوني ماشي هي أخبار اليوم ماشي هي المهداوي ماشي هي الجغنال ماشي هي الصحفAH صحف أرى كل الصحفه هي آدات ديال المجتمع بتصور المجتمع بنادم عنده واحد الآدات هذه الآدات بهك يلقى الحلول فهذه الآدات هي المحضن ديال إيجاد الحلول تما في أن تنقش مع بضياتنا تما في أن تكون تضارب الأفكار اللي يجعلنك للقوح حلول للمشاكلنا الجماعية الإنسان ملي يقول لك أنا وطني ما معنى أنا وطني معنى أنا وطني هو أنه كين التحام وكين توافق على واحد القيم اللي هي أساسية وكين واحد رؤية مستقبلية جماعية ملي يقول لك أنت أنا وياك رف وطن واحد هي ما لن تقسم معك لغة وكين تقسم معك Fallout ويمكن نقعوا وحد الدين إلى آخر كانت تقسم معك المستقبل هذه الوطنية الحقيقية لم يكن تقول لك أنت أخوية ولوقد مغربي أو مغربي كان قول لك أنوياك لدينا مستقبل واحد هذا المستقبل سأ تكره أنوياك كيف سأ تكره؟ كيف سأصلوا له؟ أشنا الوسائل؟ إفعامame وسأخلاء هذا المستقبل أنوياك despite our 보 faced concern هل يجب أن يدوى و هل يجب أن يسميه هالتنان هذا ممكن أن يشغل صحفة و لكن صحفة عبدالور مهم فدل حالة هذه كمشيوا للصحفة كمشيوا هذا و الأساس له هي الحرية 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 للنقاش حرية التعبير لماذا حرية التعبير مهمة جداً؟ لأن حرية التعبير على هذه التبنى هذه الصيرورة الديناميكية التي تجعلها أنه جماعة بعدها تنحل مشاكلنا تنطفق ما بينتنا كل مجتبع فيه تضارب تضارب المصالح و لكن حين تعتبر أنه أنا و إياك في مجتمع واحد و تنقبله أننا في مجتمع واحد يجب أن المصالح يجب أن تبرد و أحدها تبرد كيف تتبرد؟ من جملة الوسائل تتبرد بالقانون و تتبرد بالدولة و تتبرد و تتبرد بالقادة و تتبرد و لكن تتبرد بالصحفة احتيا كيف تتبرد بالمجتمع و كنحيد ليه؟ 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 ليه؟ هلو؟ ويخويا تقطع اياك حيث موقيتش ان حيث ما تنشوف الصورة ديالي في اسميته أبين أوخ ذلك ممكن نكمل أوخ اع 궁금ان أوخ اسمحوا لي الإخوان على هاد صورة ديالي لم تبقيش تنشوفها ولكن على ما قيل لي أنه هو البداي Absolutely سمحوا لي الإخوان اللي لم تنجاوبش على أسئلة هذه المرة مشيحين تن مبغيتش نجاوب عليه ولكن غير ما تنشوفهاش تتقطع فالفيلمات تبدل ياشي سؤال را كنحاول نجاوب عليه سؤال را كنحاول نعلم تلع الفوق ها واحد سؤال سيفتوري سيحسناوي كيف تقيمون الفترة الممتدة من تجربتكم في الجورنال وإلى حدود الساعة فنجاوب على هذا السؤال هذا من الجورنال دابا هو أرى تكلمت عليه في الأول هو أنه من لي الجورنال تحبس أنا كان بالنسبة لي كان الإشكال ديال المعاملة ديالهم لأن الجورن قصمت في مواحد القادية المسألة وقعت في الجوج ديال المحطة المحطة الأولى هو أنهم تخلصوا مني أنا لأنه اضطريت أنني نغادر البلاد في 2007 لأنه كانت محاكمة اللي على إطرها تم الإذانة ديالي وحكم علي أن يؤدي في ذلك الوقت ثلاثة المليون ديال الدرهم اللي مكانش عندي مكانش كانت توفر عليها وتانياً كانوا قاديا من قبل منها كانوا حجزو العجرة ديالي فما ليس غير 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 غاد يجي زي ديالي الدارة والاطونوبلتي اللي بين قوصين ما كانوا عينيه أنهم حتى الأجرة كانوا حجزوها لأنه من حجزوها في قاديية أخرى واضطريت أنني اقضى الغرامة الغرامة كانت معاها ما كانت غرامة كانت تعويض لتقومة 19 سي بن عيساد حدثمانين مليون من ديال الكومي خلص 80 مليون سنتيم لسي بن عيسى في 2003 أو 2004 لأنهم وصلوا لحد أنهم قطعوا الأجرى ديالي أنهم حكموا على الشركة الجاردة التي كانت تخلصني الأجرى ديالي أن الأجرى ديالي ما تبقىش تخلص لي ولكن تمشيك تحزز في المحكامة فبالتالي ما ممكنش نعيش بلا أجرى تم الحزلة فبالتالي لما تحكم عليها ب300 درهم شفت أنهم غاديديروا لي نفس العملية وبالتالي كان ذلك الساعات كان فرق ما بين كنا ذلك الساعات في 2007 و2007 كانت تقريبا عندي 40 عام ذلك الساعات و30 عام و40 عام ما بقيتش عندي القدرة أن نتحمل هذا الضغط المادي لأنه ما كان عندي معاش ما كان عندي تاشي حاجة ما كان ملكت تاشي حاجة فبالتالي كنت مضطر وكانوا غادي يزيدوا ويكملوا يحيدوا لأجرى ديالي كنت مضطر أن نغادر البلاد باش نربح القوت العيش ديالي ف2007 أخرت ولكن ما شدوش الجاردة الجاردة شدوها حتى الألفين وعشرة لأنه رجعت اللي وقع ومشيت عاش في الولايات المتحدة المدة كل واحد ثلاث سنوات والإخوان من اللجوغنا الفاضل العراقي تصل بي قال لي واش كان شيء إمكانية باش ترجع تكتب في الجاردة بلا ما تعيش في المغرب فمشيت استقرت في إسبانيا وكنت كان كتب من إسبانيا وكنت كان مشي ونجي المغرب وأنا فبديت العمل في شوتمبر 2009 شدو الجاردة في يناير 2010 وغلنا نقول مع الأسف لأنه كنت أعتقد يمكن أن الجاردة استمرت حتى يمكن أن تبدأ ربيع الشعوب يمكن أن نستمرنا شي شوية لنا ولو أنا عندي اليقين كانوا يحبسونا باش ممكن من بعد ولكن يمكن أن نبقي نشا الدين حتى بدأت الموجة ديال ربيع الشعوب يمكن أن نبقى وقفين لرجنا على الأقل واحد شوية فالصدمة بالنسبة لي كانت ملي الجاردة جدت وصراحة من قبل لأنه صراحة من 2000 من 2001 من اللي رجعت لجوغنا الإبضوماتيغ لأنه كانت تمنعنا آخر منع كانت تمنعنا جزء مرات في 2000 في أذريل وفي دو جامبير والمنع دو جامبير كانت منع نهائي معناه أن لجوغنا لم تقع تش نرجعنا بعنوان جديد وهو لجوغنا الإبضوماتيغ ولجوغنا الإبضوماتيغ من اللي رجع اللي وقع هو أنه العدد الأول ديال الجوغنا الإبضوماتيغ كان إن صح التعبير مدبوز بالإشهار كان مليء بالإشهار فقلنا الحمد لله رجعت المسائل المجرى ها ولكن العدد الثاني ديال الجوغنا الإبضوماتيغ مشات الإشهار مشات قريبا كليا بحيث أنه في 2001 مقارنة مع 2000 فالتمنعنا في دو جامبير 2000 رجعنا في أواخر يناري 2001 العام ديال 2001 مقارنة مع 2000 كان انخفاض ديال ديال المداخل الإشهار كان 80% 80% ديال المداخل مشاول الإشهار هو القسط الأكبر ديال المداخل الجريدة فإحنا آنذا فهمنا أنه فهموهما أنه أحسن وسيلة للقضاء على المؤسسات الإعلامية هي هي تضربها في جيبة هي تمشي لها الإشهار واللي وقعه إحنا عنا أصدقاء أنا قبل ما نكون في الصحابة كنت كنت في الأبناك في العالم البنكي عندي أصدقاء في شركات كبراء إلى آخر يقالوا لي ديال المداخلنا وصاحبنا ولكن ما مليكا عايتك واحد في التليفون كي يقول لك واش مفهمتيش مبغيناك ش تقع تعطي الإشهار لهذه الجريدة رأي اسمحنا ما نقدروش مقاومة تلك الإشهارة فتماحنا فهمنا أنه اللي كان مستهداف وهو أخطر شيء أوقع هو استهداف النموذج الاقتصاد لأنه ليكا تحيد نموذج الاقتصاد ليكا تحيد القدرة المؤسسات باش تقوم بالعمل واتش يسمحوا لي كان نكرر نفسي اللي ناتش فيتلي هادرت عليه فبالتالي بتاع حاجة ما تغيرات بقنا غادين فما بقاتش مبقاتش الإمكانية لأي أحد أن ينشئ مؤسسة إعلامية حرة تتعاطوني احتاد سمح لي نعود نعيد هذا الكلام هذا المؤشير باش تتقيصوا أنه واش هاد الصحافة مستقلة أولا لا هي ملكة تحل قضايا البلاد تسميته السلطة تدراف بلاستها مشي تتخذي هذا الوهم ديل أنه السلطة هي هي العتمانية ولا السلطة هي الوزراء وللسلطة هي أخ نوش ولا هدي السلطة عارفينها في نهاية فبالتالي لازم هاد الصحافة هدي هاد هو المؤشير باشتعرفه هاد الصحافة واش المستقل هاد الصحافة هدي مبقاش بقوا أقلام حرة تتتساقلوا بها الحيوط لان دبامني كتشوفوا بحالد بتتشوفوا المصار ديل سليمان ريسوني والمصار ديل أفراد اخرين كي يخدم شوية هنا وكي عاود يمشي خرج ومشي يخدم هنا لأنه يبدأ يكتب ويخليه يكتب في ذاك المؤسسة وبعد عاود ثاني كي يقول لي مزعج لأنه وكي تصلوا بذيك المؤسسة كي يقول لي راي بقى هذيك سيخدم عندكم من حي دولي الأشارة كي يجمع حويجته وكي يمشي يخدم في شي مؤسسة أخرى وكيبقى غادي جاي هاد شي اللي وقع من بعد الشي الجديد حقا هي الصحفة الإلكترونية شي شوية ولكن تم ترويد ديالها بكيفية متعددة حتى هي وشبكة الشبكة الاجتماعية فمشاوا الشبكة الاجتماعية واللي وقع في الشبكة الاجتماعية وانا بنسبة لي هذا هو الجديد ومن المسائل اللي تتجعلني يكون متفائل لأنه كان شي مسائل لإنسان يكون متفائل بها هو أنه كي يجيب لله أن قاسم الدكة للرأي العام المغربي يطلع لأنه تنشوف بش حال من المرة أولا عشرين فبراير الكيفية باش عشرين فبرايرا تنضم الكيفية الكيفية كيف تمت التعبئة الكيفية أنه عرفوا كيفاش ممشيوش في ذوك اللي سميتو اللي بخوفوكاسيون ديال الدولة ممشوش ممشوش بدك بقاو 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 سمع إزع ما شدين راسهم إلى آخره المواقع في الريف الحراكة ديال الريف تا هو الكيفية باش تنضم الكيفية كيفاش تعبئ المطاليب كيفاش كانت موصانة إلى آخره هذا الشيء يؤكد لي أنه القاصم الدكاء ديال البلاد فعلا نطلع وهذا الشيء طبيعي لأنه الجديد هو أنه نقوله اللي بغينا نقوله على المنظومة التربية والمغرية برا الناس يمشي وما يمكنش تدوز أربع سنين في الجامعة وما تبقاش منها شيء حاجة فبتلي فبتلي الناس اليوم الكم ديال الناس اللي وعين وقارين وكعرفوا يقرأوا أكثر بكثير من ما كان علي الحل هذه الشيء عاملات التربية زيد على ذلك إذا بغينا نقوله الاستيرويد ديال المعرفة اللي هو أنترنت دب الناس الناس كيمشون الانترنت كيمشون اليوتيوب كيتعلموا اللي يبغوا وهذا الشيء وممكن بزرد الشباب المغربة اللي يستغلوا هذه الفرصة هذه فبتلي اللي واقع قدر ما أنا متشائم على مستقبل الصحفة كصحفة قدر ما أنا متفائل من سميت ومن الإمكانية أن هذا المجتمع غادي نجب أشخاص لما عندهم القدرات الفكرية والشجاعة باش يقاوموا هات السلطة ويهادي فبالنسبة لي أنا هذه الموجات هذه غا تبقى تتكرر